السلفي الملكي سارق الأضواء في جولة العاهل السعودي الآسيوية بين توقيع الاتفاقيات والتعهدات حارص قادة آسيا على التقاط صور وفيديوهات على طريقة السلفي مع الملك سلمان السلفي الأكثر شعبية كان من نصيب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي التقط فيديو مع العاهل السعودي وجه فيه الملك كلمة إلى شعب إندونيسيا المقطع حظي بأكثر من مليونين وستمائة ألف مشاهدة في أقل من يوم سلفي إندونيسيا سبقته صورة السلفي التقطها رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق مع الملك سلمان خلال استقلالهما السيارة حصل على عشرات الآلاف من نقرات الإعجاب أو اللايك وإعادة النشر ظاهرة السلفي لم تقتصر على القادة بل انتقلت إلى الوزراء ابنشر خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي صورة السلفي مع عبد الرزاق في أعقاب توقيع اتفاقية بين البلدين وبوان مهراني الوزيرة المنسقة للتنمية البشرية والثقافة الإندونيسية أيضاً التقطت صورة السلفي مع الملك ووالدتها ميجاواتي سوكارنو رئيسة اندونيسيا الأسبق أرفد الجنابي العربية ترجمة نانسي قنقر